نشاطات مكثفة وجولات مكوكية شهدها الإسبوع الماضي للرئيس عبدالفتاح السيسي على كافة الأصعيد الداخلية والخارجية حيث استهل له بالزيارة العاصمة الصينية بكين وعقد قمم ثنائية ثم زيارة للعاصمة الأسبكية تشقند ومنها إلى تفقد المشروعات التنموية بهضبة الجلالة التي أشاد خلال جولته فيها بالجهود المبذولة لإنجاز المشروع وفقاً للمعايير الدولية والالتزام بالجدول الزمنية كما تفقد أيضاً محط التحلية المياه العملاقة بالهضبة وزيارة منطقة الألعاب المائية أكوا بارك ومارينة الجلالة واختتم زيارته بتفقد مقر الجامعة تحت الإنشاء ومصانع الفوسفات ورخام وتادف مشروعات جبل الجلالة إلى خلق مجتمع تنموي حضاري جديد يتضمن كافة الخدمات السكنية والتجارية والتعليمية والسياحية للمنطقة التي تتمتع بطبيعة خلابة ذات طابع سياحي فريد من حيث الطبيعة الجبلية والساحلية وتوفر تلك المشروعات أكثر من 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في كثة المجالات السياحية والتعليمية والتجارية وتقوم بتنفيذ المشروع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع أكثر من 100 شركة مصرية وطنية وأكثر من 10 مكاتب استشارية هندسية تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ويتضمن المشروع طريق الجلالة ووصلاته الفرعية بإجمال أطوال 117 كيلو متر الذي يهدف إلى خلق محور مروري آمن بديلا عن الطريق الساحلي في المسافة من العين السخنة وحتى الزعفرانة ومدينة الجلالة على هضبة الجلالة والتي تشمل كافة الخدمات والمراثق هذا بالإضافة إلى جامعة الجلالة والتي صممت على طراز عالمي وتحتوي على 13 كلية ويعد منتجع الجلالة السياحي بمثابة نقل نوعية في مستوى الخدمات السياحية في مصر من حيث تكامل كافة العناصر السياحية من فناضق وفلات وشالهات وملاهي مائية وأنشطة تجارية وترفيهية وتجارية إسراء سعد الحياة في مصر